عبدالله أحمد العربي في السودان المراقبون لديك كيف يتابعون هذه المباحثات في الإمارات التي تهدف إلى رفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب حسين هذه الزيارة تحظى باهتمام بالغ سواء كامل المراقبين والشرع السوداني مراقبون يعتقدون أن الزيارة يمكن أن تسهم في فك عقدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائب للإرهاب خصوصا مع تسارع الخطأ مؤخرا وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى أن واشنطن استقبلت قبل أيام أول سفير السوداني منذ أكثر من أربعين عاما مسألة الترفيع الدبلوماسي بالإضافة إلى أبو ظبي كحاضنة لهذه العملية تشجع كثيرا المراقبين في التفاؤل وإلقاء نظرة فاحصة لهذه الجولة باعتبار أنها الجولة تأتي في توقيت مهم جدا وحساس لكل السودانيين عام مضى على الدولة المدنية التي جاءت بعد نظام البشير التحديات جمى تواجه هذه الحكومة المدنية أولى هذه التحديات هو موضوع رفع العقوبات الأمريكية وتعتبر هذه الخطوة هي خطوة مفتاحية لأي تقدم أو ازدهار أو تنمية أو حتى استعادة السودان والتقاط أنفازه من جديد اقتصاديا البلد تمر بظرف اقتصادي خانق ربما أيضا هذه واحدة من الملفات التي سيناقشها البرهان مع القيادة الإماراتية ومساعدة الإمارات في دفع ورفع اسم السودان من قائمة دول الرعي بالإرهاب بالإضافة إلى القضايا الإقليمية المهمة والتي تهم الجانبين بالإضافة أيضا إلى السودان وهم السودان والتحديات الكبيرة التي تواجه عملية الانتقال في السودان نعم حسين نعم شكرا جزيلا لك الزميل أحمد العربي مراسل الغد كنت معنا من العاصمة الخرطوم